السلام عليكم أخواني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا يا رب العالمين معكم أخوكم أحمد الحسيني بالأمس كنت سهران على منصة كلاب هاوس وأخبرني الصديق والأخ الأستاذ الفاضل حسين دشتي عن انتشار نظرية الأرض المسطحة في دواوين الكويت فأنا حبيت أني أنا أشارك في هذا الفيديو عشان أثبت له أن الأرض كروية بطريقة بسيطة لأي إنسان يعني حتى واصل لمرحلة الاعدادية فضل معي وأنا رح أضرب المثال في الكويت عشان يعني أخواني الكويت يتأكدوا بنفسهم يذهبوا للمكان ويتأكدوا بنفسهم رح أخذ مثال الجزيرة الخضراء على ساحل مدينة الكويت وأخذ مثال النقطة الأخرى هي جزيرة اسمها جزيرة مسكان أكيد تعرفونها لا أعرف إذا النطق صحيح أو غير صحيح البعد بينهم بحدود 25 كم على الجوجل إيرث طيب السؤال كم الارتفاع اللازم أني أنا أقف عليه على شاطئ الجزيرة الخضراء في مدينة الكويت عشان أرى جزيرة مسكان الجواب 13 متر أنت لو وقفت على الشاطئ لن ترى الجزيرة لكن إذا وقفت على ارتفاع 13 متر رح تشوف الجزيرة شو الإثبات؟ الإثبات بسيط جدا ومن المرحلة الإعدادية طبعا هذه الورقة سليت فيها أمس في الليل نفترض أنه هذا شاطئ الكويت وهذا شاطئ جزيرة مسكان البعد بينهم 25 كم وبما أنه هذا البعد أو هذا القوس هو جزء من الكرة الأرضية فهو القوس له نصف قطر الكرة الأرضية وبين النقطتين الكويت سيحصرون بينهم زاوية 5 الآن عندي الكثير من المعلومات ونستطيع من خلالها ننطلق أول شيء لازم أنا أعرف البعد Y اللي هو الارتفاع الذي يحتثه تقوس الكرة الأرضية عشان أعرف هذا البعد Y لازم أعرف البعد X خلقت مثلث متساوي الساقين وقسمته في النصف فأصبح لدي مثلثين قائمين الآن عندي فقط المجهول الوحيد هو الزاوية 5 وعشان أعرف الزاوية 5 لازم نرجع لقانون القوس طول القوس يساوي 2 باي أر اللي هو نصف القطر في في على ثلاثمية وستين في مجهولة ولكن طول القوس معلوم طول القوس خمسة وعشرين كيلومتر في اثنين باي في ستلاف وثلاثمية وواحد وسبعين نصف القطر الكرة الأرضية في في على ثلاثمية وستين درجة الآن من خلال الحسابات استطعنا استخراج في ولكن نحن نحتاج إلى نصف في فقط من أجل الإثبات نحن نحتاج فقط لطول X ومن خلالها سنعلام طول Y من خلال الآن نصف نصف في يساوي صفر فاصلة واحد واحد اثنين اربعة واحد خمسة وهي زاوية صغيرة جدا الآن عندنا نصف في معلومة والزاوية تسعين معلومة ومن خلالها نستطيع معرفة الزاوية ألفة لأنه مجموع زوايا المثلث هو مئة وثمانين مئة وثمانين ناقص تسعين ناقص صفر فاصلة واحد واحد اثنين اربعة نستطيع الآن استخراج الزاوية ألفة بقوانين المثلثات سين ألفة يساوي X على R اللي هو المقابل على الوتر X اللي هي الطول المراد معرفته يساوي 6370.987737 كيلومتر نضربه في ألف لنحوله إلى متر فيصبح 6370.9877 متر الآن Y اللي هو التقوس أو فرق التقوس يساوي R ناقص X اللي هو نصف القطر ناقص X ويطلع معنا 12.26 متر إذن بعبارة أخرى لو وقفت على شاطئ جزيرة الخضراء أو شاطئ الكويت في منطقة جزيرة الخضراء لن تستطيع رؤية جزيرة مسكان إلا إذا ارتفعت عن الشاطئ ب13 متر تقريبا أتمنى أني أنا أكون فتكم ومرة ثانية تحية لأخواننا في الكويت شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى